الدايانت من جماع أصدقائي وناس الداينو اللي دار الدايانت على موضة سد النادي تعم وانا هاي مسألة الدايانت وفي كل موسم يزيد المبلغ اللي تطلبه كابتين على انا 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 تحسسني قاعدين في محل مو مؤسسة رياضية لا والله احنا هذا الموضوع طارحين حتى الوزارة قلتهم اذا تطلون حتى اموال الوزارة تطلون اموال نادي انا اقدر اعادي اقلوا مدار هسا راح نتحدث بهذا الموضوع يعني فات سنتين تصير تطلب النادي ستمائة مليون وهي كل سنة يزيد المبلغ لا ادالي احنا ليش اليوم ليش لقانا ويجوزاني سويت لاني صار لي فترة ما طال علاقات وقول للوزارة يعني انا بات وصل الى حد بين الوزارة والناس ارفت الوزارة والجمهور ارفت الوزارة والناس اللي جات قعدة العام اللي اشتغلت على النادي ورادت تستنم النادي قعدة الوزارة وقال لهم ما عندنا احنا في وسائل امكانياتنا هاي نطيهل يجي استنم فالموضوع موضوع مال لا اكثر ولا اقل لان انت غير المال ما تقدر يسوي كل شيء فاني مثلا اجيب فريق واني بالعكس انا جوز لو مو اكد يواني اقول له خلي يجي اي اي واحد سين صاد يجي يسلم النادي المبالغ المطلوبة اقول له شكرا جزيلا واني اطلع هذا حد اعلام علاك هذا مواطع شعار بعد ما انطيه النادي خلاص بالعكس لا والله هسه قدامك انا جز حاجيه ما يحتاج يعني ماني ماني تحاج اعلام لا لا مو اعلام لا مو اعلام لا اذا وصل لحلي مشكلة اي واحد هسه اللي قام مباشر له مباشر احمل الله وديك اي مباشر اي واحد اقطعه ومدرشه كلها بالجو الف رحمة لا اي واحد هسه يحس هذا مباشر عنده فلوس ومكانية يقدر يسي النادي انا اطلع من النادي سين مو قال يونس محمود انا ادفع الاربعوث مليون واخذ النادي والان تطالب وخلت جماهير كنا تصرخ ااني واني واني وانريد السفاح ايه لا مدفع قاعد